أحبتي متابعي القناة السلام عليكم ورحمة الله كيف ديرين لا باس عليكم يوالله يحفظنا وإيكم من أي مقروه وحفظ بلادنا ويديم عليها نعمة الأمن والأمان والاستقرار والعزة هذه الحلقة منذ اليوم على قصة أغنية حققت نجاح كبير وش كون فينا ما كيعرفش الأغنية الشائرة دي الموسيقى رابد وابدكوالي اللي هي مشاغزة لي ولا رضع أو اللي معنونة برجانة في الله هذه الأغنية كانت لها قصة مؤترة من وراء النجاح ديالها وفيما يلي تفاصيل ديالها كانت شاعر الغنائي السابر الرحمن العالمي الله يجدد عليه الرحمة والمغفرة شاعر أغني أنت تعرف أغنى لي الأستاذة بدأتكوالي العديد من القطاع بحل بي أولا بي كالهواء لو لف صعيب أنا الصحراوي منطر المجورة أنا وقلبي يصحوا يا عرام عيني ميزاني قصة الغرام يزيد أكثر وحداني إلى آخرين من الأمان المهم أنه أن السابر الرحمن العالمي معروف باحترام الوقت عنده الوقت هو الوقت كيمكن تحقق عليه المدانة وبحكم أنه كان صديقا الأستاذ بدأتكوالي كان دير معه واحد من النهار ولم يجب الشيء الذي خلال الأستاذ بدأتكوالي يتسأل ما هو الشديد القوي الذي يمنعه ولم يجب 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 واحد يومين ويجب السابر الرحمن سألتكوالي شيء ما ينسي السابر الرحمن إلا أعطيني واحد كاسدها للماء وصرب ذلك الكاسدها للماء وقال أعطيني واحد الشاب من العائلة توفى وهذا الشاب كان طالب يدرس الهندسة في السنة الآخرة في فرنسا كانت عائلته معلقة عليه آمل كبيرة أثناء لأودا ديار وقعت لي حديثة توفى على إترها أمر الله يتصرف في ذلك الوقت الذي جاءت الخبار كان الجميع يبكي كانت لأم هذا الشاب تردد كلام وترتيب الكبد تردد وكانت تقول نشاغ زالي ولا رجع رجعنا في الله السابد رحمن وفي حس الفني وفي حس الشاعر التقط هذه الصورة وصع كلام في نفس المعنى والسياق ونقل المشهد بالصدق جبت السابد رحمن واحد الورقة الذي صغف فيها الكلمات وسلم عن السيد التقالي كانت اللحظة مصدر إلهام من أستاذ بلعب التقالي الذي تفاعل معها وقام بتلحين الأغنية السريفة للذكر وبدأ فيها بشكل رائع الشيء الذي خل هذه الأغنية على لسان الكل وكانت أنا ذاك أغنية الموسم الغدي بها والشيء بها تغنى في الحفلات في الأعراس وإداءة كذلك تصبح بها وتمسي بدون ما يعرف حد قصة وفي الحقيقة وضع أيمن الأشياء الصادقة تكون ناجحة كانت أغنية الموسم وكان هذا سنة 1976 وكان على إصدار ديالها أنا ذاك 45 لفا كانت الكلمة ديالها تقول مشاق زالي ولا رجع وخوة تضطار علينا أشمن طريق يناس منتبع نمشيها على عينينا خلى العين العين خلى العين كتدمع وخلى القلب القلب خلى القلب فيها غبينا كان شمس كتصطع كان نور في عينينا كان نجما كتلمع كان مشموم في دينا رجعنا ما تقطع وخمش أسمح فينا فوقاش شملي يتجمع ونشعل شموع على مدينة فوقاش نهارنا يطلع وتغرد الطيور علينا بكلام الحب لمرصة وترجع لأيام لحنينة ننساو كل موقع ونقول عاد في دينا ما الغزال لارجع وعمر الضار علينا ما كيف قلية إلا نودعكم على هذه الكلمات الرائعة السلام رحمة الله والبركة فعمر الأستاذ تقالي ما تنساوش الانضمام لقناتنا وقناتكم طبعا تفعيل الجرس أصدق تحيات